استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم معالي السيد جان ايف لودوريان وزير الدفاع بالجمهورية الفرنسية الصديقة الذي يزور البلاد حاليا وقد نقل وزير الدفاع الفرنسي إلى جلالة الملك المفدى تحيات فخامة الرئيس فرانسو أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية فيما كلف جلالته وزير الدفاع الفرنسي بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس الفرنسي وتمنياته للشعب الفرنسي الصديق دوام التقدم والازدهار وقد رحب جلالة الملك المفدى بوزير الدفاع الفرنسي وهنأه بمناسبة العام الميلادي الجديد كما استعرض معه العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية والتي تشهد على الدوام المزيد من التقدم والنماء على مختلف الأصعد مشيدا جلالته بالمستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية في ظل ما يجمعهما من روابط متينة ومصالح مشتركة مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين تعيش في مجتمع تسوده روح المحبة والتعاون بين مختلف الأديان والمذاهب كأسرة واحدة وأكد العاهل المفدى سعي المملكة المستمر لتطوير علاقات الصداقة المتميزة مع الجمهورية الفرنسية بالشكل الذي يعكس عنق هذه العلاقات العريقة ويخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما أشهد جلالته بدور الجمهورية الفرنسية وجهودها في حفظ الأمن والسلم العالميين وبحث صاحب الجلالة حفظه الله مع وزير الدفاع الفرنسي أبرز التطورات المستجدة في المنطقة ومجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية بما في ذلك الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب منوها الملك المفدى بالدور الذي تطلع به الجمهورية الفرنسية وإسهاماتها مع المجتمع الدولي والرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة فيما أشهد الوزير جان أيفلادوريان من جانبه بعلاقات الصدقة والتعاون الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأثنى على دور مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وما تبديه من تنسيق وتعاون بناء ومثمر خدمة لقضايا الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ترجمة نانسي قنقر